بالنسبة للأشخاص اللي محابين يسويون رندر في مارمو ست او من ما يبون يحملون نقدر نسوي رندر في سبسنة ديزاينر بشكل سهل جدا بس قبل الله نبدأ في الرندر في شي بسيطة نغيرته البيسيك شيب بس زدت الوف ست في البوزيشن زدت الوف ست حاج يصير عندنا هذا الباتر طيب لو جيت للباكج اللي عندنا هنا وضغط عليه بزر الموس اليمين ندري الوابط للورة وكتبت رندر في هذا الحالة نقدر نضغط MT يعني احنا ما نحتاج اي لو اوطبوت نود ضغط نو اوكي لو ضغط TAP وكتبت PPR رندر طيب وبعدين سحبت اللي هو الماتيريال اللي هو الوتر اللي سويناها وجبناها هنا وشبكنا البيس كيلر طبعا في البي بي آر رندر البيس كيلر موجود نورمل امسف روفنس متاليقان وكلهم فنقدر نشبكهم كلهم في اللي هو النوتز الخاصة فيهم نضغط دبل اكليب على البي بي آر رندر نستنى شوية يحمل اكبر اول شي راح نشوفه ان الديس بليسمت مرة عالي فلو جينا للبروبرتيز ندخلنا نوسحها شوي طيب لو جينا للبروبرتيز الخاصة بالبي بي آر رندر ونزلنا الديس بليسمت لزيرو بوينت زيرو تو اعتمد على الماتيريال اللي عندك كده كويس اول شي راح نلاحظ انه الماتيريال مرة فلعت فنقدر نجي في اللايبراري هنا تحت لثري دي فيو اتش دي ار اي انفيرومنت نقدر نستخدم اي واحدة من الهو الاتش دي ار اي طيب فخلنا نجرب مثلا خلنا نجرب هذي فبزر الموس الي سعر لو خلته سحبته في اللي هو الراف عندي وضغط لهو الينك ريسورس سوف اوصل الـ HDRI في الـ Environment Map سوف تشوفونه بشكل مباشر انه تغيرت طبعا اول شي بالنسبة لموضوع الـ Environment الى وراء نقدر نسوي لبلور لو حاب انه يكون موجود تقدر تسوي لبلور او نحن نشيله كامل وضغطنا Color والـ Alpha نزلناها لصفر بعدين ضغطنا على هذه العلامة هنا Short Checkerboard يصير عندنا كأنه ترانسبيران تكون بس الكورة لحالها طبعا انت لو حاب انك مثلا تحط لون هذا الشي يعني تقدر تسوي لو حاب انت طيب بس انا راح اخليه بهالشكل طيب خلنا نمشي على الخيارات واحدة واحدة اول شي له shape نقدر نختار shape نقدر نختار plane طيب نقدر نختار له cylinder خلنا نرجع للسفير الـ Displacement هذا اللي كنا نتكلم عنه عن موضوع height map الـ Environment Rotation نقدر نغير له الـ Rotation حق الإضاءة نفس الـ Environment نقدر نسبه لها Rotation تمام الـ Scale هذا الـ Scale الخاص في السفير نفسها Rotation أيضا Rotation خاص في السفير طبعا هذي بعد شوية نلعب فيهم لما نجي نسوي له الـ Render حق الـ Plane UV Tiling يعني اذا زدنا يكبر عندنا الـ UV خلنا نخلي 1.5 مثلا UV Offset يعتمد عليه طبعا كل يعتمد على المتيريال اللي عنده كيف ممكن انك تستخدمها طيب بالنسبة عندنا اللي هو الكاميرا فيه الـ Exposure نقدر نزيد الـ Exposure هذا نزيد الإضاءة بالنسبة لنا Tone Mapper أنا أحب أحطها في المك معرفة قرأة الكلمة الثانية طيب فين يقدر نستخدم اللي هو الـ Field of View طيب 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 نهب طيب 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 نحن نقوم بحياتي بحياتي دائما نجدها على 128 بقى ان شاء الله صراحة ما ألعب فيهم كثيرا النورمال على حسب انت الصيغة التي استخدمتها كانت الصيغة التي استخدمتها كانت DirectX بشكل عام هذه ببساطة موضوع له كيف تسوي رندو في ديزاينر إذا لعبت في الإضاءة طبعا انت تجرب أكثر من HDRI لو جيتها بتخزنها في النهاية بتجي من هنا Save current image as bitmap وبعدين بتخزنها في المكان اللي تابي طيب خلنجرب نسوي له عدة شغلات مثلا حين انت عجبتك هذي خلها هنا ونجد نسوي Ctrl C Ctrl V تاخذ واحدة ثانية طيب خلنجرب نسوي بلين نزيد نزيد خلتن قليل تقليل في هذه الصورة لا يظهر قليل من سفير نظهر قليل اقلوجين انتنسيتي طيب يعطينا الظل اكثر طيب هذي عجبتنا خلنسوي كنترول سي كنترول في هذي خلننحط فيه شوي برسبكتف خلننغير روتيشن خلنخلي روتيشن زاوي روتيشن ديركشن تسعين خلنشوف كيف يطلاوي طيب ممتاز خلنزيد لسكيل انا قدر لو شايب بوزيشن خلنغير نشوف لا مول اكس واي طيب خلنخلي شوي كده ونزيد لسكيل مرة ثم نزيد ابعد طيب ممتاز حين زي ما قلت لكم ديس بلايسمت هنا واضح لان بدأنا ندخل في موضوع البرسبكتف هذه بدأنا نقلل الذي لاحظم من التدخل المثلا سأجرب am cu يعني يعني بين وبين يعني يعني لا حد ما ما هي مشكلة تمام فيكون عندنا هنا مثلا تصوير من فوق هذه تصوير بالسفير أو رندر بالسفير وهذه بيكون عندنا رندر لبلين مع برسبكتف طيب فيه اشياء زيادة ممكن تسويها يعني مثلا لو جينا للبيوتي هنا ضغطنا عليها وجبنا مثلا له شارب النود نقل الانتنسيتي وعلى راحتك نقدر نقل الانتنسيتي لأنه بنضيف هايلايت زيادة فيه نود أنا ما صراحة هايباس كالار تمام ونسوي لها بلند مع المتيريال نفسها ونقدر نحطها على أوفرلي طيب وننعفل ونشوف كيف نعفل له الهايباس كالار نفسه يسوي هايلايت لبعض الشغلات يعني كل ما زاد زدنا أساسا يسوي هايلايت أو تفوكس على الأوراق عندنا هنا طيب بهالشكل نحن قدرنا نسوي رندر في زي ما قلت لكم هذه علامة له السيف وتخزنونه في المكان اللي تابونه طيب وكذا يعني لو رجعنا للوتر هنا طيب وغيرنا شيء دعنا مثلا نغير الضغط على الضغط على الضغط على 2K عشان يصير أسرع لو شلنا الليفت مرة واحدة تمام وزدنا شوي طين بهالشكل ورجعنا للرندر ثم راح المفروض انها تتحدث عندني سير لها أبديت وتقدر تاخد اللي هو رندر ثاني بشكل عام بالضبط زي كده دعنا نزيد اليوفي تايلينك دعنا ثلاثة مثلا لا كثير اثنين تمام بهالشكل وتقدر تلعب وتجرب اكثر من اللي هو HDRI و يعني لو وصلتون لها المرحلة شاركون الرندر لمالكم يعطيكم العافية ونشوفكم